الحقيقة الخبر اللي جاي محزن جداً من المغرب المغرب بيواجه جفاف هو الأكثر حدة من ثلاثة عقود لدرجة أن الملك المغربي طلب من المواطنين ترشيد استخدام المياه زي ما الخبر بيقوله المغرب بيواجه جفافاً هو الأكثر حدة منذ ثلاثة عوام أو ثلاثة عقود أسف الملك يحذر ويطلب من مواطنيه ترشيد استخدام المياه دي الحقيقة خبر محزن جداً جداً دعا الملك المغرب محمد السادس إلى التعامل بجدية في مواجهة إجهاد مائي هيكلي تعانيه المملكة وذلك في خطاب بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان قال العاهل المغربي ندعو لأغد إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة لا سيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول نسأل الله أن المغرب تعدي هذه الأزمة على خير اللي بعده الحقيقة السياحة والطيران عملت حاجة كده قالت رسمياً عدم السفر للمعتمر إلا بعد إجراء إيه هو الإجراء نشوفه كده مع بعد السياحة والطيران يقرران رسمياً عدم سفر أي معتمر إلا بهذا الإجراء تبقى لمصراوي الإجراء أنا مش عندي إيه بقى الإجراء طالبت وزارة السياحة والطيران بضرورة مخاطبة شركات الطيران على عدم صعود أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة إلا بالكود التعريفي الخاص بالسفر من شركة سياحية معتمدة أو معتمدة بوزارة السياحة يعني أنت هتطلع بالكود ده في حالة بقى عدم ظهور الكود التعريفي على نظام إلكتروني بالمنافذ أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بالمنافذ اتخاذ الإجراء المقرر أو الإجراءات المقررة وإبلاغ جهات التحقيق فيعني واضح أن الجماعة بتوع شركات السياحة مش عايزين يعدوا السبوبة دي خالص ويوما ما إحنا بنعمل لكم ملفة دلوقتي عن أشرف شيحة اللي هو البوب الكبير بتاع شركات السياحة والعمرة والحاجات دي السياحة الدينية فدلوقتي بنجهز لكم ملف رائع عن أشرف شيحة وعن فساد أشرف شيحة وعن شركات الحج والعمرة الشركات السياحة الدينية يعني عشان تعرفوا ليه الحج في مصر أو العمرة أغلى من أي دولة في العالم اللي بعده قبل ما نطلع ونشوف صوتك واصل ومشاكل الناس أنا بس في عندي سؤال هو ليبيا إيه المشكلة ما بين ليبيا ومصر وأنهي ليبيا لأن السيسي مربط مع حفتر ورافض حكومة الدبيبة وبيقول إنها مش لا تعبع عن الشعب الليبي وكي إن السيسي عارف شعب ليبيا يعني في نفس الوقت الحكومة الليبية عملة ترفض شحنات أغذية مصرية أخرهم ده تسبب تسمم غذائي ليبيا ترفض استلام شحنة شيبسي مصرية لإحتواءها على بكتيريا باسيلس إيه بقى ده دي مش الشحنة الوحيدة ده سبق ورفضت حاجات كتير هل أنا بس هو السؤال هل الرفض ده منطقي واللي هو انتقام يعني أنا طبعا ضد السيسي لكنه هو عندي كام سؤال في القصة دي دي مش أول شحنة غذائية بتعدي وتترفض هو السؤال مين اللي بيرفض حفتر ولا الدبيبة شر ولا غرب مين اللي بيقبل ويرفض ده قد دي مش عامة اتنين بقى انتو يعني الاخوة في ليبيا اللي بيرفضوا هو انتو يعني بترفضوا نكاية سياسية يعني مش ما تقنعنيش ان انت في ليبيا عندك أجهزة أعلى من اللي في مصر ودي بخليك ترفض الشحنة الغذائية لا سوري أنا بقولك سوري بالفهم المليان فانت على أي أساس بترفض ده إذا كان خبر حقيقي ودي مش أول شحنة أغذية ده كتير ليبيا عمالة ترفض طبعا أنا واحد من الناس ضد السيسي اهو ليبيا ترفض الشحنة مصرية بسبب مادة خطيرة ليبيا ترفض الشحنة فلفل أحمر مصر لهذا السبب ليبيا ترفض الشحنة شعارف ايه ليبيا ترفض الشحنة معصير تانج ليبيا ترفض الشحنة معصير سلسل طماطم أنا محدش يزايد علي أنا ضد السيسي وحكومة السيسي ونظام السيسي لك أنا بسأل الإخوة في ليبيا يعني أولا أنتوا بترفضوا على أساس إيه لو نكاية سياسية يبقى أنت أحول لأن أنت كده مش بتضر السيسي أنت بتضر مصدع المصدع ده في عمالة وفي ناس شغالة مبدئيا ما تقنعنش أن عندك في ليبيا معامل على أعلى يعني ما تقنعنش ما تقوليش كده مش أقبلها منك أصلا فأنت في ليبيا تقعد على جن ما تقنعنش أنك أنت عندك ناس زي الأوروبيين كده بسكوت لو كان كيس شبسي ممكن يغمى عليه ودول إنعاش ما تقنعنش بدي كلنا في الهم واحد أنا ما عنديش تفسير لده غير لداني كاية في السيسي بس لو داني كاية في السيسي بقى أنت غلطان يعني لو أنت بتعمل بتضيق السيسي يعني برفضك كل شوية شحانات غذائية كده فحددتك غلطان لأنك أنت مش بتناكف في السيسي أنت بتناكف فيه اللي اسمه أي ده في مصنع في صاحب مصنع صاحب مصنع عنده عمالة يعني أنا مثلا النهاردة كنت بقى قرأ خبر عجيب قوي وأنا لو قاعد في تركيا كنت قلت الأتراك انتبهوا أيها السادة الأتراك فيه خبر نزل النهاردة في وكالة أنباء تركيا بيقول أن تركيا صدرت بحوالي 27 مليار دولار صدرات خارجية للشرق الأقصى للشرق الأوسط والخليج رقم مهول تركيا صدرت بس للشرق الأوسط والخليج ب27 مليار دولار ما شاء الله رقم مهول لكن لما فسّلوا الأرقام لا تقرأ بقى من الأرقام إن فيه مناكفات سياسية أنا برا تركيا وأتكلم برحتي وحتى جوة تركيا كنت أتكلم برحتي والله للأمانة يعني 24 مليار أهي برافو عليك يا علي يا صاحي يا أحسن واحد فريل إعداد الصدرات التركيا للشرق الأوسط كام 24 مليار دولار للشرق الأوسط بس والخليج هدو الأرقام بس سؤفنا بس سؤفنا العراق تصدرت القائمة الأكثر استيرادا من تركيا بواقع 7 مليار دولار و507 مليون دولار تاني دولة إسرائيل ب5 مليار دولار و111 منهم ثم الإمارات ب2 مليار و339 مليون دولار أيوة كمن وخلال الأشهر التسعة بلغت الصادرات التركية إلى دولة قطر مليار دولار جميل وإلى السعودية 24 مليون دولار إحنا عارفين إن تركيا من أفضل دول العالم مثلا في النقل والمكسرات والحاجات دي السعودية استوردت من تركيا في التسعة تشهر ب400 مليون دولار إسرائيل ب5 مليار العراق 11 مليار تركيا بتنتج حاجات كتير جدا جدا لكن لما توقع ترى الأرقام الشعب السعودي أولا أغنى من الشعب العراقي بكتير وشعب الإسرائيلي بكتير شعب السعودي 4 مليون 5 مليون 8 مليون إسرائيل تستورد ب5 مليار والسعودية تستورد 400 مليون لا في حاجة فأنت لما تقعد تشوف طبعا مصر مش جاية في الموضوع خالص ما قالوش مصر بكام مع أنه على فكرة التجارة من مصر تركيا روعة لما تقعد تفند الأرقام تحسني في حاجة يعني يعني إيه أنت في ليبيا كل شوية رفض شحنة يعني إيه أولا أنت وقفت داخل جاي للمصنع ده سواء مصنع ماكورونا مصنع صلصة مصنع شهد مصنع أي حاجة ده أولا ثانيا أنت أسأت لسمعيته بقى يعني بقيت الدول مش تستورد منه صحيح المصنع في مصر ما لهاش ظهر يحميها لأن يسحميها حرميها أصلا وده غلطة مفروض تبقى واقفة دولة وده قصة دي وتواجه دولة ليبيا تقول لها يعني إيه بترفضي ونواجهها كده إنما ما فيش حد واقف يعني سيبيل الناس لبعضها لكن أنا رأيي أنا السؤال للإخوة في ليبيا أنت بص رئيس التحاد الغرفة ستة مليار دولار قيمة التجارة مع مصر ونسعى لزيادة الإسمار ستة مليون ستة مليون ستة مليار والسعودية ربعمائة مليون ربعمائة مليون فرق رهيب خمسة مليار مع إسرائيل خمسة مليار مع مصر حداشر مليار مع العراق ربعمائة مليون مع السعودية فأنا بس أرجع تاني الأرقام غريبة يعني أنت لما تقعد تقول لي أنا برفض أنا برفض أنا برفض لا سوري إلى الإخوة في ليبيا سواء كانت حكومة الدبيبة أو الجدع بتاع العصابات حفتر العصباجي البلطاجي الفاشل رفضك لشحنة أغزية مصرية ما بيدورش السيسي في حاجة خالص ده بيدور مصنع فيه فئة ناس قادي عاملة وأنا متأكد أن المنتج اللي أنت بترفضه منتج جيد لكن إذا ما قدمتوش السبب الحقيقي للرفض وهو السؤال لو أنتو علاقتكو بسيسي كويسك كنتو ترفضوا الحاجات دي أشك